هايك نحبو نبدأو سباحنا بالأخبار الحلوة الأخبار الإيجابية طاقة مزيانة نبدأو بيها انهارنا بثلاثة أخبار نعم بيهم دورتنا هكا خفيفة على الاكتواليتي قبل ما تلقاو هكا أكثر من نقطة معنا في سباحنا نرجو على الاكتواليتي من تونس لمصر اليوم السباح بيش يكون معايه بالتليفون شبيه عمر الجيب عرفتوها قالتو هذي اللي تسطر التراند كي بيقولو في مصر واللي كان حديث الناس هنشوفو معنا بالتليفون زي ما صوتو كي عبر الجيب ولا ليه هذي اللي يشقه معنا في ساعتنا ثالثة من سباحنا مرحبا بيكم معنا واخبارنا الإيجابية نبدأوها بتصويرة مزيانة ريني هالنهارينا ذوما في تونبك سخانة التقس اللي ولي تحديث الكل أكيد وشنو اللي شفنا من أول الأسبوع درجات حرارة قياسية عشنها في بلادنا التقس تميز بحرارة استثنائية ورينا فيها تصويرة حلوة برشا هنقولو زداء استثنائية الراجل يوزع في الماء البيرد على المسيفرين في الطريق بين غاردي ماو في ولاية جندوبة بتبسيمها هكا مزيانة حلوة برشا التصويرة واللي تابع فينا لايف يشوف فيها السيد معناها مش يعطيك ده بوزة ماء فقط ما يعطيك ده بوزة ماء بيرد اذاك في حد ذاته واغتليتي معناها تحاوز في الكرابة ولا ماشي في طريقك في الكرابة والكيمة تزور ما يخدم شو حال الشباك اذاك في حد ذاته رحمة والحاجة المزيانة اللي هو كان بتبسيمها حلوة وقال انه صدق على رحمة الوالد حاجة مزيانة برشا تستهلي تحكي عليها ونقولوله يعطيك الصحة ويكثر خير ويكثر منك الناس من الأخبار المزيانة أيضا الأرقام الإيجابية للسياحة اللي تبشر بكل خير نشوفه في أرقام إيجابية يعني في مطاقة السياحية في سوسا القانطاوي مثلا الفترة الممتدة من غورة جانفي حتى العشرة أوت 2022 زيادة هيما بأكثر من 128 في عدد الوفدين يعني نحكيه على 522 الف حريف مقابل في الفترة بيدها أكثر تقريب من دوبل 228 الف لنفس الفترة في 2021 الجهة أيضا سجلت نفس الفترة زيادة بأكثر من 167 بالمئة في عدد الليالي المقضات نحكيه على مليون وستمية واحد وثمانين الف ليلة مقابل 628 الف ليلة في 2021 وذي حسب وزارة السياحة وليست سوسا فقط وليس المطقة السياحية بسوسا فقط سجلت أرقام إيجابية فإنه إجمالا في بلادنا فما معناها هبة مزيانة برشا من أصحاب القطاع ومن المهنيين في عدد وفدين وعدد أجانب بكثرة دخلوا لبلادنا في 2022 وهذا ما يكون أكيد كان أخبار إيجابي نحكيه فلاحة أيضا ومشكين فلاحة لعشيق الفصدق نقول لكم السنة سابق خيرة ربي يا ربي الحمد لله تقدر صابت الفصدق في ولاية القسرين العام ذيه ب 950 ترناتا تعتبر سابقيا سيئة مقارنة بصابت الموسم الفلاحي اللي تعدات اللي قدرت ب 650 ترن وهذا الكلام اللي يجي على لسان رئيس دائرة الإنتاج النباتي بالمندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية سعمر السعداوي أكد أنه إنتاج الفصدق خلال الموسم الفلاحي الحالي كان طيب يعني ما فاماش إشكالية كبيرة مرحوظة في السيزون هذية بس تثني إشكالية الترويج اللي تتجدد كل عام وتعد من أهم الصعوبات اللي واجهها القطاع فصدق بلادي بنير برشة هاوك تلقاه حتى في فورما معروف تشوفو تعقلو أكيد كيتمشي لتواحني وبشتشري فيما خص الفصدق اللي السنة سابق على العام الفارد وهذا اللي شفناه في واحد من أخبارنا اليوم السباح وقوت لكم بزيت الأخبار اللي حلوة المزينة تلقاوها معنا بش نشوفو أصغر قائدة طائرة هذه الخبار اللي رينيها دار بكثرة من ثلاثة أيام الفارد هل بالحق هي أصغر وحدة في اللي بيلوت اللي شفناهم ولي نذكر معناها كان عنا حضور في واحدة من اللي بيلوت معنا في واحد من صباحاتنا خاصة لنا عم ناول وقت حكيتنا على الكاريير متاحة وعلى خدمتها وعلى هل هي بالحق اللي بش تكون معنا هي أصغر قائدة طائرة في إفريقيا وديما نقرأ وكل اللي تيتر الحلوين هذيك بش نحكيوه على الكاريير متاحة بش نحكيوه شنية اللي عملت وشنية اللي خدمت وهي بش تكون معنا في سباحنا في وقية بوز تعرفوها الفقرة هذية هي اللي تشهد أرقام مزيينة وحلوة برشة وتابعونه بها بالأليف وشكرا على كل التفاعل اللي نقاوه معكم كل ويكند في سباحنا 1 2 3 سلي